السلام عليكم ورحمة الله دلوقت معي عربية مرسيدة CLA بكشف عليها عشان فيه مشكلة في الستابيليتي وغالبا ما بتكون المشكلة في حساس الديركتيون او حساس الكتارة فهأكد برضو هنا واشوف مرسيدة CLA مرسيدة CLA مرسيدة CLA مرسيدة CLA برمسيدة CLA ي شرطيه فاولا يوجد في بعض محضة هذه المسهوري و peanuts لهم محضر 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 جميعاً عليها تشجير من تشجير من المسهوري صحيدة عن المسهوري ما هي محضر و مهدبها سبحاندة البرلاه و المسهوري المسهوري و المسهوري كلاس أيضا جميع هذه السيارة تستخدمين تستخدمين على السيارة الكلام هنا سيارة الكلام سيارة الكلام السيارة الكلام هنا ما نحتاج هناك إنترنت في السيارة هناك إنترنت في السيارة يبدو أنثف تعديد من الترانسيين التواصل التواصل التأسل التكتوراني incredulous التكتوراني قولة التركيز التكتوراني قولة التكتوراني استخدام التكتوراني كولة التكتوراني التكتوراني أيضا على الطريق الإلكتراني الماوي торجة والشروع على المنتقز بavait المنحف وهذا النغة متفتة الأخرى من الاعنف و الايزال من اتام المنسية بعدها اتترى الانسية مناج الطريق اعرف اهلا مستعد Hol mistakes الجزاب sömed هنات قدا انتظرة المفروض كده بمسح أعطال بس نعرف انه هو مع الأعطال بصفة عامة مش هتمسح ويفضل منها لسه أعطال متبقية لغاية ما نفكه ونعملوه المفروض كده مفروض ونعملوه ولكن أعلم أنه إذا كنت أحاول أن أحاول المفروض منها سيكون أعطال مرة أعطال مرة أخرى سأخذ المفروض لتحركة المفروض منها سيكون أعطال مرة أخرى الآن أعطال مرة أخرى سأخذ المفروض منها سيكون أعطال مرة أخرى لقد وجدت الكثير من المفروض من هذه المفروضة ونعملوه لم تقصد أعطال مرة أخرى هنا أعطال مرة أخرى من المفروض من المفروض التل alltså لعناة المستقبل will need to remove the steering wheel and get that part which is a steering coolant itself outside the vehicle and we need to clean it and the most important thing that we need to align it okay so now it's aligned but it needs to be cleaned we will see how we will align it and assemble after cleaning the optical ring and all of these parts okay now we will remove the steering angle sensor and clean it and I will come back again when it is outside the vehicle okay this is like this, after it came out this is the shape the third one is behind it and this one is here so we will get to the bottom of the steering angle now that's the steering column the whole steering column will take هذا المبارات fundedه بها ولكن هنا أنت تلقي هذه الأشياء من المبارات لتلقي البشركات و أمضى تلقي هذه الأشياء من المبارات فمن المبارات المبارات و الآن أخذ هذا الشيء و هذا الشيء و هذا الشيء لذا أجد المساعدة المساعدة هنا هنا يجب أن ترى كيف تلعينه أجد المساعدة هنا أجد المساعدة هنا يجب أن ترى كيف تلعينه الأمر للزرطة الأمر آما أنها بكثير من زرطة المساعدةということで هذا أمر إذا سينب behavior و المقرية هناك المقرية هناك المقرية هناك يتباً لأخير المقرية نضيفه هنا لأريك هذا في المقرية لا يمكنك ان ترى المقرية هنا تحديث اتشعر تحديث عندما تراها ت desperت 부분이 توقيت ما يحتاج هناك تحديث crate that part outicks and clean them also that part here this one and you will move the white ring here and it will have a magnetic also there is an IC below it so what you need to do to align it correctly is to get that المفيدة في المفيدة ويجب أن تكون تستطيع المفيدة في المفيدة الآن سألقل كل هذه المفيدة مع ذلك سبيل يمكن أن تستخدم كل مفيدة لأسفل كل مفيدة and come back again now I took all of these parts out and I will clean them this part you can take it out by removing the three clips here from the back side this is these three it sits here you can take it out by moving this three clips towards the center here that one is having is working here okay and is having a magnet on it you see that to align you must get these two pins that one and also that one on its correct each on its correct location now I will clean them and assemble it back again now I cleaned that ring and that optical sensor here and also that break what you need to do here is engage the white gear the lower one to the black gear the upper one and should be that dot that dot and that pin in front of it should be that dot and that pin that pin which is in front of it okay pointing toward here the middle one to that one so you get that get that like this and engage them then push that one down now I will do that and come back again here I pushed that one down and as you see here the dot here is pointing toward the middle one and that's how it engaged and work now the last thing you do here is to push that one down and this is the exact zero point okay now everything should be okay now I will get these plastic covers back in here and install it on the car again